بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله وهناك سؤال هل دبس التمر مفيد للرجيم أو للتسمين تحتوي الملعقة الكبيرة من دبس التمر والتي تزن حوالي 20 جرام على 60 سعر حرارية مما يجعله من الأغذية العالية بالسعرات الحرارية وكما ذكرنا سابقا فإن محتواه من السكر أيضا مرتفع ومن الجدير بالذكر أن عدد السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص بالإضافة إلى حاجة جسمه منها وعمره ونشاطه البدني هي بعض العوامل الأساسية التي تحدد قدرة الشخص على خسارة أو اتساب الوزن لذلك ينصح باختيار الأطعمة قليلة السعرات الحرارية عند الرغبة في تقليل الوزن بينما ينصح للراغبين بزيادة وزدهم تناول شعرات حرارية أكثر من تلك التي تستهلكها أجسامهم نتمنى للجميع دوام الصح والطمأنينة ومثل العادة ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع إذا فيه أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار اعتفالكم ومثقاتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة أنا عجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا